المركز الصحفي التقي بالأستاذ رستم ستيف الروسي رجل الأعمال ويصدر مجلتين أهلا وسهلا سيد رستم يهلا بكم يا أهلا وسهلا بكم ونحن الفارحين أن نستقبلكم في الروسيا ونستقبلكم في هذا المنتدى الكبير جدا ونحن فرحانين أن جائن كل ضيوف من الدول العربية ومن الدول غير الدول وضيوفنا وشكرا جزيلا تتحدث العربية بطلاقة أين تعلمت العربية؟ نعم أنا تعلمت اللغة عربية في البغداد في العراق ومنتخرج جامعاتين جامعة دار القصاد جامعة بغداد ونحن اليوم نشتغل في الروسيا وعيدنا المجلة جديدة مجلة باللغتين بالروسي وبالعربي وهي مجلة أولى في الروسيا ونحن ناشرين مجلة نعم مشاركتك في البريكس كيف تنظر إلى قمة البريكس هذه المرة بعد انضمام العديد من الدول ومن بينها مصر والإمارات العربية المتحدة؟ هذا حدث عظيم حدث عظيم عن البريكس اليوم في القازان في الروسيا وحدث عظيما جدا ونحن نرى على كثير الضيوف وتكثر وتتقوى علاقات بين هذه الدول ونحن روسيا خاصة هي تشتغل حتى هذه الألاقات تتقوى تتقوى بعضها ونحن نشوف لأن خاصة الألاقات بين الدول العربية هي تتقوى كثيرا ونرى لكثير المقاولات والمقاولات وتكثر العدد المقاولات هل دايكة استثمارات كرجل أعمال روسي في أي من الدول العربية؟ نعم عندنا موجود المشاريع الكبيرة جدا في الدول الخليج ونحن نسنع المعادات النفطية في الروسيا في التترسام وفي البشكيريا ونحن نطلع بالمستثمرات في الدول العربية أيضا لليوم يعني الوفوض اليوم يعني هم المسافرين إلى الإراق وعندنا موجود المشاريع الكبيرة جدا حجم التبادل التجاري ما بين مصر وروسيا يخترب من أكثر من خمسة مليارات دولار كيف تنظر إلى هذا التعاون المصري الروسي خاصة كما قال الرئيس فلاديمير بوتين بالأمس أن العلاقات المصرية الوثيقة مضى عليها ثمانون عاما نعم العلاقات والصداقة مع المصر والروسيا قديمة جدا وقوية جدا لليوم ونحن نفرح ونشرف أن هذه العلاقات تتقوى يوميا وتتطور يوميا شكرا لكم كالدولتكم وشكرا للدولة الروسية أن هذه العلاقات يشتغلون عليها هل تعتقد أن قمة البريكس في كازان يمكن أن تنعكس على الاقتصاد العالمي على اقتصاديات الدول المكونة للبريكس؟ نعم طبعا يؤثر هذه الأمور وهذا منتدى على الألاقات والتطور بين هذه الدول وهذا حدث عظيم كما قلت سابقا أن هذا حدث عظيم وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي ويؤثر على الاقتصاد الدولي لأن هذا الاجتماع اليوم في القازان يؤثر على أمور كثيرة في العالم سيد رسوم أنا سعيد بلقاء بيك بشكرك جدا وشكرا على كرم الضيفة شكرا جزيلا والله يسلمكم وأهلا وسهلا بكم متشكر جدا شكرا هذا كان لقائي مع سيد رسوم الصيف بعد قليل سيكون لنا لقاءات أخرى من داخل قمة كازان التي يشارك فيها ويحضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الوفد المصري لأول مرة قاعد في البريكس في قمته السادسة عشر من كازان